أكثر العالم يتحدثون من اللغة الإنجليزية لذلك أنا أرى أن الدعوة باللغة الإنجليزية أهم من الدعوة باللغة العربية ما كنت تعرف العربية قبل؟ لا لا يعني لما ولدت بالدينمارك ما تعلمت لغة العربية في الصغر؟ ما تعلمت العربية في الصغر أنا تعلمت العربية في المعهد في لندن قبل أن أذهب إلى أي بلد عربي تعلمت العربية في لندن هل في غير مسلمين يتابعوك؟ كثير وهذا اللي أنا استغرقت منه كذلك أنا أذكر حصل لي موقف جاني شاب بريطاني إنجليزي غير مسلم فقال أنه يتابعني من سنتين من السنتين يتابعني على الإستجرام فأنا قلتك يعني كيف وجدت حسابي في الإستجرام يعني كيف يعني أنت غير مسلم يعني الأصل أنك يعني ما تبحث عن حسابات دينية فقال أنا يعني وقفت على مقطع لك تقرأ قرآن فاستمعت المقطع وعجبني المقطع ثم بدأت أتابعك واستمع إلى تلاواتك ثم وأعجب أنه قال لي أنه حفظ جزء من القرآن وهو غير مسلم ثم لما أتى إلي ثم جاني قرأ علي شيء من القرآن والغريب أن تلاوته جيدة يعني ليست تلاوة مكسرة جيدة يعني حتى بعض الأحكام التجريد يتقنها وبعد ذلك أسلم 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 وكان سبب بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين المسلمين بالغرب مسلمين بالاسم بس الأعداد اللي عم تدخل للإسلام كتير كبيرة بس شو الفائدة لا علم ولا عبادات ولا بيتقنوا اللغة العربية وفي أول منعطف رح يخرجوا من الدين لأن هن حبوا يغيروا دينهم بس من أجل التغيير أو شافوا شي جديد حبوا يجربوه عجب هالنظرة يلي عند البعض صحيحة ولا لا بالمقابل منسمع عن نسب هائلة لزيادة المسلمين في الغرب يعني مركز أمريكي يتوقع من سنوات أنه في عام الفين وسبعين رح يكون الإسلام أكبر ديانة على وجه الأرض لأنه هو الأسرع انتشارا الأرقام يلي بتتوصل لألا مراكز الدراسات المتعلقة بتنامي أعداد معتنقي الإسلام مش موجود مثلها من فترة سقوط الأندلس يعني من حوالي أو من عام الف واربعمية واثنين وتسعين لو أخدنا مثال واحد بس في بريطانيا قبل ما نبلش درداشتنا مع ضيفنا بيقولك في بريطانيا من عشرين سنة كان عدد المسلمين 82 ألف في السنوات الأخيرة وصل العدد لثلاث ملايين ونص الآن قرابة الأربع ملايين مسلم ولسه عم يزيدوا هالزيادة وين رح تاخد أوروبا وهالمسلمين صحيح أنهم عم يتأثروا بالدعاة الموجودين هناك ولا القضية موضة وبتنتهي الدعوة باللغة الإنجليزية أحد أهم محاورنا في هالحلقة اللي منرحب فيها بفضيلة الشيخ يحيى الرابي أبو عبد الرحمن أهلا ومرحبا بك معنا في هالحلقة سعيدين جدا بوجودك وانا أسعد والله أسعد بوجودي معكم وشكرا على الضيارة الله يكرمكم الله يكرمكم شيخ يحيى طبعا يعني أنت مولود في في دينمارك عايش في بريطانيا وما شاء الله عليك مؤثر من يعني من الشباب الدعاة المؤثرين جدا بالوسط بلشت في هاي المقدمة يلي كتير من الناس بيشوفوا أنه المسلمين يعني هالتزايد وهالأعداد فقط هي أرقام تتنامى وما لا أي قيمة اش رأيك بسم الله الرحمن الرحيم أولا هذه المقدمة غير صحيحة مية بالمية مش مية بالمية مش مية بالمية بس البداية بالبداية طبعا طبعا التزايد المسلمين يعني في بريطانيا وفي الغرب عموما ليس عدد فقط بل في إقبال شديد على الإسلام وفي رغبة الناس يبحثون عن دين يعني دين يجيبوا عن تساؤلاتهم فوجدوا أن الإسلام يجيبوا عن تساؤلاتهم فيعتنقون الإسلام ويدخلون فيه بل تجد أن المسلمين الجدد هم أحرص عن العبادة والعلم من المسلمين أفسهم نعم إيش الفائدة من هذه الزيادة يعني يعني تكثير سواد بس تكثير سواد طبعا وماذا مع ذلك يعني هذا العدد الحائل والكبير اللي يدخل الإسلام لا شك أن هذا يدعم المسلمين في الغرب في ممارسة دينهم وشعير الدين وكذلك يعني إنشاء مراكز وبرامج دعوية تجعو غير المسلمين الإسلام فنحن نحتاج العدد حتى ندعو البشرية لمعاهي الإسلام الشيخ جميل والهداية هؤلاء الذين يهتدون ويدخلون الإسلام تتغير حياتهم لا شك بينتقلوا من حياة إلى حياة أخرى مفهوم آخر فلسفة جديدة صحيح لا شك لا شك تتغير حياتهم مئة وثماني درجة يعني كل شي يتغير طبعا يتغيرون في أسلوبهم ويتغيرون في حتى عاداتهم الآن لابد أن يعني يكتسل عادات جديدة لابد يقوم للفجر يصلي صلاة للفجر كل يوم ما كان متعود يصلي للفجر طيب والأمر الآخر طبعا يعني الأخوات يلبسن الحجاب فأول ما تلبس حجاب يعني هي تواجه مشاكل مع عائلتها ومع الناس اللي كانوا حولها إلى آخره فطبعا حياتهم تتغير ويعني يواجههم مشاكل كثيرة فلذلك نحن كمسلمين لا بد أن نعينهم ونساعدهم في مثل هذه الأمور في الغرب بشكل عام مين أولى بالدعوة؟ المسلمين القدامى يعني المسلمين اللي هاجروا مثلا الموجودين الآن في الغرب لا المسلمين أيضا كذلك الأمر يندرج تحت هذه الطبقة المسلمين اللي هم مسلمون موجودون من الجيل الأول والثاني والثالث وهذه الأجيال وتقسيمة الأجيال الموجودة في الغرب صحيح أم غير المسلمين؟ والله شيخي نحن ندعو الاثنين لكن أنا أرى والله عالم أن أولى بالدعوة المسلمين القدامى يعني المسلمين أنفسهم لا بد أن ندعوهم إلى الله لأن هؤلاء يعني لو مثلا نحن ندعو غير المسلمين ثم نترك المسلمين والمسلمون ما يصلون وما يعني يقيمون شعائر الدين فما الفائدة من دعوة غيرهم يعني ما الفائدة من كثرة العداد والكثار من عدل المسلمين إن لم تكن هناك جودة في الاستقام والالتزام فطبعا دعوة المسلمين إلى الله عز وجل مهمة جدا ونحن نركز على هذا أنا دعوتي مركزة على الشباب والمسلمين يعني أنت في دعوتك في وسائل التواصل الاجتماعي أنا طبعا دخلت عملت يعني بحث وعارفك منذ زمن يعني متعلق بموضوع الدعوة الدعوة عندك باللغة الإنجليزية لا شك صفحاتك قليل ما تتكلم فيها باللغة العربية صحيح ليش لأن نصل إلى شريحة أكبر باللغة الإنجليزية أكثر العالم يتحدثون باللغة الإنجليزية لذلك أنا أرى أن الدعوة باللغة الإنجليزية أهم من دعوة باللغة العربية لأن نصل إلى ناس ما سمعوا عن الدين فندعوه من الله تبارك وتنبسط لهم المعلومة نقربه من الله تبارك وتعالى وبهذه اللغة اللغة مهمة جدا فطبعا يعني في الغرب نسبة من يتحدث باللغة العربية قليل جدا 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 فطبعا لابد من الدعوة باللغة العربية يعني الدعوة باللغة الإنجليزية أهم من الدعوة باللغة العربية في الغرب نعم لا شك وفي وسائل التواصل الاجتماعي نعم لابد منه بس في جزئية هون لو توقفنا عندها أنه أنت بتدعي الناس لتعلم اللغة العربية صحيح ليش لا يمكن أن تفهم الدين إلا بلغة الدين يعني على شكل صحيح بشكل صحيح لابد أن تفهم القرآن باللغة العربية فلذلك نحن ندعوهم إلى الله عز وجل باللغة الإنجليزية ثم نحثهم ونشجعهم على تعلم العربية حتى لا يكون بينهم كما نقول في الإنجليزية ميرومان يعني رجل في الوسط طيب يعني على الطول تصل إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتتعلم تتعلم فلابد من اللغة فلذلك نحن عندنا مركز في لندن اللي تعلم من اللغة العربية للشباب وأنا كذلك يعني تعلمت العربية في لندن أنا أنا تعلمت العربية ما كنت تعرف العربية قبل؟ لا لا يعني لما ولدت بالدينمارك ما تعلمت لغة العربية في الصغر؟ ما تعلمت العربية في الصغر أنا تعلمت العربية في المعهد في لندن قبل أن أذهب إلى أي بلد عربي تعلمت العربية في لندن ما شاء الله ولكن تحكي عربي يعني ربما أفضل بعض العرب لا لا أفضل لكن الحمد لله يعني تعلم العربية وهذه يعني نحن نقول للناس أن يمكن أن تتعلم العربية في بريطانيا يمكنك أن تتعلم العربي في بريطانيا إن اجتهدت وبذلت الجهد ويعني كان لك هدف أن تتعلم عربية تتعلم أنا والله ظن أنتك أنك تعلمت في السعودية أو تعلمت في مصر أو في الخليج تعلمت العربي في لندن الحمد لله واللهجة اللهجة كذلك في لندن كيف تعلمت من المشايخ طبعا تعلمت في المعهد ومع ذلك أنا كنت أحب اللغة العربية كانت شغف حب لذلك كنت أستمع إلى اللغة العربية كنت أشاهد برامج على اليوتيوب وتقريبا أذكر كان في فترة ما كنت أستمع وما كنت أشاهد أي شيء باللغة الإنجليزية كل شيء كان باللغة العربية في لذلك أنا تعودت عن اللغة العربية وبعد ذلك كنت أمارس اللغة مع الشباب الذين كانوا يدرسون معي في المعهد وشيء فشيء تطورنا وما زلنا نتعلم طيب اللغة الإنجليزية بالعودة إليها ونحن في صميم هذا المحور الدعوة باللغة الإنجليزية دعوة أهم من اللغة العربية بالنسبة للغرب وكذلك الأمر الدعوة باللغة الإنجليزية فيه إلى كثير مجالات صحيح مجال من بيناتها ربما تحدثنا عنه السوشال ميديا إيش هي أبرز المجالات للدعوة باللغة الإنجليزية؟ حالياً أكبر مجال يعني للدعوة باللغة الإنجليزية السوشال ميديا السوشال ميديا الآن يعني سبحان الله يعني أنا ذهبت إلى أستراليا طيب بداية هذا العام ذهبت إلى أستراليا ووجدت أن الشباب يعني المسلمين متأثرين بالدعاة في بريطانيا يشاهدونهم ويتابعونهم يعني تأثروا تأثر عجيب جداً فالسوشال ميديا طبعاً لها دور كبير في الدعوة ونحن كالدعاء لا بد أن نستغلها ونستفيد منها في دعواتنا إلى الله عز وجل فالحمد لله أنا أرى أن هذه نعمة كبيرة يعني يسرت لنا الدعوة السوشال ميديا بتكفيك عن سوق عقاض الذي كان يذب إلي النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة هل كفتكة أم لازل هناك يعني دعوة بالمواجهة فيس تو فيس كما يقال أو في المحاضرات والتجمعات الكبيرة سؤال جميل لا تكفيك طبعاً لا تكفيك يعني لابد الجمع بين الاثنين السوشال ميديا لأن بالسوشال ميديا تصل إلى عدد كبير جداً ولابد كذلك يعني المحاضرات والدروس والدعوة فيس تو فيس كما يقال يعني لأن الناس يتأثرون أكثر بالمواجهة وبالتعامل معك والتحدث إليك وطرح الأسئلة فطبعاً هذا أكثر تأثير من فقط يعني أن تنشر بعض المقاطع أو بعض المقالات أو التغريدات على السوشال ميديا طبعاً المحاضرات واللقاءات أكثر تأثيراً على الناس أكثر تأثير ولكن أقل شهرة نعم لا شك يعني شهرة على السوشال ميديا لكن السوشال ميديا تساعدك في المواجهة وذهاب إلى الناس طيب كيف لأنك أنت تنشر البرامج التي ستقيمها فيحضرها الناس يحضرها الناس أنا مثلاً أعطيك مثال قبل شهرين ذهبت إلى كان عندي جولة دعوية في أوروبا بدأنا بهولندا ثم انتقلنا إلى ألمانيا ثم سويسرا ثم رجعنا إلى بريطانيا فأنا كنت أتوقع قبل ذهابي إلى ألمانيا يعني كانت أول زيارة لي زيارة دعوية إلى ألمانيا فكنت أتوقع أن ألمانيا يعني ما فيها يعني عدد كبير من الناس يتحدثون بلغة انجليزية فلما ذهبت هناك يعني استغربت يعني انبهرت من العدد الهائل اللي حضروا من فقط يعني نشرنا لبعض يعني بوسترات وبعض المقاطع في الإنستغرام وغيرها لدعوة الناس إلى المحاضرات والندوات والبرامج فسبحان الله أول محاضرة أقمناها في مدينة حنبك كم شخص يعني هذه العدد لها إلى مئة يصلون إلى مئة أنا أقول لك المسجد مربما يسع الفين طيب أيوة فالمسجد امتلأ فيضطرينا أن نقيم محاضرة ثانية يعني وكذلك المحاضرة ثانية امتل المسجد يعني أربعة ألاف أربعة ألاف حضروا المحاضر الأولى ما شاء الله وكلهم من أهل هامبك فاستغربت كلهم شباب كلهم شباب فقالوا لي قبل ذهابي قالوا لي سيكون هناك مترجم يترجم باللغة الألمانية أنا قلت أنا لا يمكن أن أتحدث ثم يترجم واحد يعني يقطع الكلام فأنا قلت أول ما حضرت قلت للناس يعني قلت لهم من يفهم اللغة الإنجليزية فكلهم يرهعوا يديهم فقلت خلاص ما نحتاج إلى المترجم قلت المترجم يلس على جنب استمع المحاضرة فسبحان الله يعني في إقبال كبير وهذه من ثمانات سوشال ميديا يعني ما عرفه يعني الدعاة إلا من سوشال ميديا ويتابعون بشغف كان قبل التلفزيون يعني يعرف دعاة من خلاله نعم والآن سوشال ميديا الآن سوشال ميديا يعني ربما استغلال مساحات الدعوية من خلال التلفزيون أو من الوسائل الإعلام التقليدية بات من الماضي طبعا الآن من الماضي من خبر كان الناس لم تعد تتابع لم تعد تتابع خاصة من شريحة الشباب لا لا يتابعون يتابعون الإنستجرام والتيك توك واليوتوب لا يتابعون التلفزيون أبدا أيها أنا لا أذكر شاب قال لي أنه تعرف على شيخ من خلال القناة الفلانية لا لا أذكر أبدا هذا طبعا في الغرب في الغرب يعني لازال في بعض البلدان اللي الإنترنت عندها ضعيف لازال ربما تلفزيون موجود في الغرب والإذاعة وغيرها أنا بدي أسألك على اللي بتابعوك عندك تقريبا أربعمائة ألف متابع على الإنستجرام وفي تيك توك يقولنا ثلاثمائة ألف نعم تقريبا يعني مجموعهم ربما يصل إلى المليون متابع ما يقارب المليون هل في غير مسلمين بتابعوك؟ كثير وهذا اللي أنا استغرفت منه كذلك أنا أذكر حصل لموقف جاني شاب بريطاني إنجليزي غير مسلم فقال أنه يتابعني من سنتين من السنتين يتابعني على الإنستجرام فأنا قلت كيف وجدت حسابي في الإنستجرام كيف أنت غير مسلم الأصل أنك ما تبحث عن حسابات دينية فقال أنا وقفت على مقطع لك تقرأ قرآن فاستمعت المقطع وعجبني المقطع ثم بدأت أتابعك واستمع إلى تلاواتك ثم الأعجب أنه قال لي أنه حفظ يعني جزء من القرآن وهو غير مسلم ثم لما أتى إلي ثم جاني لما جاني قرأ علي شيء من القرآن والغريب أن تلاوته جيدة يعني ليست تلاوة مكسرة جيدة يعني حتى بعض الأحكام التجريد يتقنها وبعد ذلك أسلم أسلم وكان سبب وكان سبب قرآن يعني هو ما كان يفهم القرآن وما يعرف طبعاً نحن نحط الترجمة في المقاطع يعني ترجمة الآيات باللغة الإنجليزية لكنه بس كان يحب يعني يستمع إلى الصوت إلى الصوت هاي من الأمور اللي لفتتني على فكرة إنه حضرتك يعني دائماً اعتدنا أنه من ينشر محاضرات خلاص يكتفي بالمحاضرات من ينشر باللغة العربية قليل ما نجد عنده ترجمات أو يتكلم بغير لغة بخلافك يعني أنا اللي وجدت في صفحتك كنت أظن أني يعني تارة أسمع لقارئ لتلاوة وتارة أسمع لمحاضر وداعية يعني أكثر أمرين ركزت عليهم بالسوشال ميديا ليش؟ نحن نريد أن نجمع بالحسنين يا شيخ ما شاء الله نجمع بالخير؟ الدعوة طبعاً أنا أرى أن الدعوة بالقرآن ما في أجمل وأحسن من الدعوة بالقرآن لأن القرآن له سطوة على القلوب حتى ولولهم تفهم القرآن نحن رأينا تأثير القرآن على غير المسلمين الذين لا يفهمون العربية يستمع القرآن يتأثر مثل هذا الشاب مثلاً يعني تأثر بالقرآن وبدأ يعني يستمع القرآن بكثرة ثم حفظ القرآن وهو غير مسلم وبعد ذلك أسلم يعني هذا نموذج يعني وفيه نماذج كثيرة تجيني رسائل على الإستغرام مثلاً من بعد غير المسلمين أسلموا طبعاً يقول لك أنا أتابعك ومن خلال متابعتي لك يعني أسلمت سبحان الله وأحب أن أستمع إلى تلاوتك وكذا وكذا فالحمد الله فأنا ذلك حتى في محاضراتي عندما أستشد بآية من كتاب الله عز وجل يعني دائماً رتل كيف ترتيل كيف نرتل القرآن يعني كيف كيف ترتل القرآن خلينا نسمع نسمع تلاوة يعني طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم الله يجعلنا من أهل الجنة يا رب آمين آمين ما شاء الله تبارك الله الله يفتح عليك يا سيكم ما يفتح عليكم يا رب طبعاً يعني أثرت فيني أنا شخصياً الله أكبر يعني من القرآن ما شاء الله وتلاوتك تخرج من قلب نقي ناس الله سبحانه وتعالى أن تكون كذلك من أهل الإخلاص وأن يوفقك لكل خير آمين وإياكم حسيني مسيرة الدعوة باللغة الإنجليزية مسيرة طويلة شوي ممتا بلشت فيها؟ أنا بدأت تقريباً من عشر سنوات قبل عشر سنوات لكن طبعاً تدرجاً شيئاً فشيئاً أنا أذكر أول مرة ألقيت محاضرة أو خطبة أو شيء كانت في المدرسة قبل عشر سنين في المدرسة في المدرسة وكت في المدرسة أذكر كنا نصلي فجزاه الله خير يعني قال أنا فصلي تقدر تسلم فيه جميل صلاة الظهر ونقيم صلاة جمعة في فصلي فأنا أذكر هذه مدرسة ثانوية يعني فأذكر أنه قال طيب أنا أريد منكم أن تجمعوا الشباب الصلاة الجمعة في وقت البريك تقريبا عندنا نص ساعة بريك يعني في المدرسة جميل فكنا نذهب إلى الملعب ونجمع الشباب نقول تعالوا المسلمين يعني عدد مسكمين في المدرسة يعني عدد كبير نقول تعالوا ونصليوا صلاة الجمعة يعني فأذكر أول صلاة قمناها في المدرسة تقريبا حضر ما يقارب خمسة عشر شخص طيب في المثب الشافعي لا يجزئ لكن صلينا صلينا صلاة الجمعة وأذكر بعد أسابيع صار صرنا أربعين الحمد لله في المثب الشافع يعني يجزئ وبعد ذلك كثر العدد حتى يعني احتجنا إلى يعني غرفة كبيرة جدا فوصل العدد إلى تقريبا أذكر مرة ممكن مئتين مئتين خمسين أو ثلاثمية ما شاء الله كنا نصلي كل أسبوع الجمعة حتى المدرسة كانت تعطينا يعني بطاقة لو تأخرنا في صلاة الجمعة لأن هذا الوقت اللي نصلي في صلاة الجمعة هو وقت الغداء فما نقدر نتغدى فلو تأخرنا في الجمعة أعطونا بطاقة تقول أننا كنا نصلي فيمكنك أن تذهب بعد صلاة الجمعة لتتغدى ولو تأخرت عن حصتك بعد الغداء يا السلام فتري المدرس هذه البطاقة وخلاص ما يسألك أي سؤال تدقل وتدلس جميل فعلى الحمد لله فأذكر لما كنت في المدرسة هذا الأستاذ الجزائري على فكرة اسمه بنزيمة كذلك أستاذ بنزيمة مثل كريم بنزيمة لاعب فهو قال مرة يحيى أنا أريدك أن تخطب الجمعة القادمة فأنا لم أخطط في حياتي أبدا فأنا قلت ما هو نخطب أنا لا أعرف كيف أخطب قال لا لا يجب أن تخطب كل واحد له دور فجاء دور كلان فوالله ارتبكت وقلت ما أفعله فدخلت على جوجل بحث عن خطبة كتبت خطبة بلغة الإنجليزية عند الشيخ جوجل عند الشيخ جوجل فوجهت خطبة عن الموت طيب خطبة طويلة طبعت الخطبة كلها جيت ألقي الخطبة طيب الأوراق كلها عندي بس أنا أقرأ بنامط واحد إن الحمد لله نحمده هنا خايف قلبك كيف كان خايف ما كنت أقدر أتنفس يا شيخ أرتجف من الخوف وكل يتصب مني عرق في كل مكان سبحان الله فكنت أقرأ والأوراق ما تنتهي فبعد ذلك قلت نيوسي خلاص أقول قولي هذا وستفكر الله والخطبة الثانية قمت ودعوت لهم وقلت بأقم الصلاة هذه كانت أول خطبة وبعدها خطبت يعني مرتين أو ثلاث بعدها بعدها قلت خلاص أنا باختصر الخطبة بأخذ لي حديثة حديثين الخطبة أولى حديث والخطبة الثانية حديث آخر بأشرح الحديث بالليغو الإنجليزي وخلاص فهذه طريقة أحسن ثم بعد ذلك أذكر كنت أستمعي لخطب في اليوتيوب كنت أكتبها عندي وفرغها يعني وأحفظها ثم أجلس أمام المراية وألقي الخطبة من حفظي طيب فتطورت شيئا فشيئا حتى يعني الحمد لله يعني كسرت واثق من نفسي وبعد ذلك يعني بدأ الناس يدعوني إلى إلى المراكز والمساجد لإلقاء الخطب فأول خطبة ألقيتها في مسجدي في حينا المسجد قباء اسمه ألقيت أذكر في 2013 كان الفترة التدريبية كم طولت؟ تقريبا أربع سنين أربع سنين وأنت تدرس أربع سنين في المدرسة وفي بعض الأماكن الصغيرة وكذلك نسيت أذكر لك في المعهد اللي أنا درست فيه بعدما تخرج من المعهد أستاذنا الشيخ محمود اللي قفلته قبل أيام هو قال لي لابد أن تدرس المعهد وأنا كنت يعني شاب حيي جدا خجول في صغري كنت خجول ما أقدر أتكلم أمام الناس ما أقدر أكلم أحد طيب جالس صامت ما أكلمك أدخلك وسأنا معنوك ما أكلمك كنت هكذا فقال لي أنت لازم تدرس الناس في المعهد اللغة العربية وبعض المعهد الشرعية فبدأت من المستوى التهمهيدي ومستوى الأول أدرسهم وأنا خائف فالشيخ يعني ضغط عليه وقال لا تتذرب ويساعدني وكذا وبعد ذلك تعود وسبحان الله بدأت أحب التدريس وأنا سبحان الله أدرس في المعهد تسعة سنوات ما شاء الله تسعة سنوات ما شاء الله وسبحان الله كنت سبحان الله أستمتع بالتدريس استمتع أنا كنت أبدأ الساعة التاسعة يوم السبت صباحا وأخلص التاسعة المساء ما شاء الله تبارك الله ويعني أحيانا أنسى آكل من كثر الاستمتاع بالتدريس يا سلام صاب لمتعة يا سلام فكنت أحب التدريس فكل هذه ساعدتني في الدعوة وبعد ذلك بعض الطلاب لأن الطلاب اللي يحضرون المعهد كان طلاب يعني يدرسون في الجامعات ويدرسون في المدارس الثانوية فالجامعات الحكومية في بريطانيا عندهم ما يسمى جمعية إسلامية نعم هذه الجمعيات إسلامية عندهم برامج وأنشطة دعوية تقام في الجامعة الجال المسلمة فالشباب اللي كانوا يدرسون عندنا في المعهد دعوني إلى جامعاتي فكنت ألقي عندهم محاضرات في القاعات باللغة الإنجليزية باللغة الإنجليزية فشيئاً فشيئاً الآن أنا استطيع أن أقول ربما كل جامع في بريطانيا أنا ذهبت إليها ما شاء الله ما شاء الله وألقي فيها دروس ومحاضرات ويعني أرض خصبة للدعوة صراحة ما شاء الله فالحمد لله إلى الآن ما زلت أذهب إليها ويحضر عدد كبير مثلاً قاعة يعني تسع ألف شخص تمتلك بدنا نحكي عن المسلمين الجدود بس قبل ما نحكي عن المسلمين الجدود دعوة في اللغة الإنجليزية هل في حدا أسلم بسبب الدعوة باللغة الإنجليزية تحدثتنا قبل قليلاً عما أسلم بسبب القرآن لكن تحديداً بسبب اللغة الإنجليزية خاطبتهم أسلموا على يديك ماذا عن هذه النقطة؟ الحمد لله فيه فيه نسبة كبيرة من الناس أنا لا عارف العدد صراعاً لك فيه ناس أسلموا فيه غير مسلمين يحضرون المحاضرات عندي في الجامعات حتى غير مسلمين يحضرون يحضرون لأن المحاضرات في الجامعة مفتوحة للجميع أيوة فيدع الجميع إلى المحاضرة فيحضرون فأذكر مرة كانت عندي محاضرة عن القرآن والإعجاز في القرآن فأتحدث فحضر عن عدد كبير من الغير المسلمين وعندما أستشد الآيات أتل الآيات الترتيل كما قرأنا قبل قليل ففيه من غير المسلمين كانوا جالسين يستمعون فبعد المحاضرة جاءوا إلي وقالوا لي سبحان الله هذه التلاوة هم يقولون تغني فقالوا الصوت جميل يعني نحن ما شاء الله عجبنا الصوت فكيف تغني بالقرآن في قواعد فأنا بدأت أشرح لهم عن القرآن وأن نقرأ القرآن بطريقة معينة بأحكام التجويد الآخري وسبحان الله أذكر أن بعدما ذهبت لأن محاضرتي كان عن القرآن والإعجاز في القرآن وأن القرآن يعني في ضرفت بعض الأمثلة لمن أسلم بدعوة القرآن الآخري فأنا بعدما ذهبت أخبروني بعض الشباب اللي كانوا حاضرين ممن يعني نظموا برنامج قالوا لي أن بعض الناس اللي حضروا من غير المسلمين أسلموا بعد المحاضرة وفي من أسلم في المحاضرة سبحان الله في المحاضرة في المحاضرة يعني عندما نفتح المجال للأسلح في من يقول أنا أريد أنطق شهادة شهادتي نعم نجدها في المحاضرة أحيانا وفي كثير من نقلناه من شهادة في بريطانيا وفي غيرها أنا سبحان الله أنا ذهبتي لأستراليا تقريبا في مدينة مالبون وسيدني وبرزبن لكن في مدينة مالبون وسيدني تقريبا في كل محاضرة أسلم شخص لقنتهم الشهادة لقناهم الشهادة تقريبا كل محاضرة ما يقارب كل محاضرة وكانت في مدينة مالبون لحالها ما يقارب 15 محاضرة وفي مدينة سيدني تقريب نفس الشيء وفي مش كل محاضرة لكن ما يقارب كل محاضرة أسلم شخص أو شخصين سبحان الله هذا يعني والآن كنت في كينيا قبل أسبوعين أول محاضرة القيتها في كينيا أسلم شخص ماشاء الله أول محاضرة فكانت فتحت خير يعني فاتحت خير ماشاء الله تبارك الله طيب شخ يحيا يعني أنا بدي أسألك عن شعورك أثناء تلقين الشهادة للمسلمين الجدد كيف يكون كيف الاستعداد له في يعني نفحات خاصة طبع نفحات إيمانية تجدوها؟ لا شك لا شك كل مرة سبحان الله يعني عندما يأتي شخص ويقول أنا أريد أن أسلم أنا أقول يعني سبحان الله هذا الشخص أول سؤال أسألهم أنت طيب أنت كيف تعرفت على الإسلام طيب ما الذي يعني ما الذي جعلك تقرر هذا القرار الصعب يعني تغير دينك تماما يعني قرار صعب طيب ما الذي دفعك إلى هذا فأسمع يعني يعني قصتهم الآن تذكرت شيئا ربما قصة حزينة شوي قبل رمضان هذا العام ألقيت محاضرة في مسجد في شمال لندن فبعد المحاضرة جاء الشاب صغير عمره 15 سنة طيب فقال أريد أن أسلم غير مسلم أسلم لقناه شهادة فكان معه أصدقاؤه طيب يساعدونه فهذا الشاب يعني جاء من أظن يعني عائلة صعبة كان وضعهم شوي صعب ودخل في بعض المشاكل إصابات ومدري إيش في لندن فإيش صار قبل أظن شهر قتل في لندن قتل في لندن سبحان الله عمره 15 سنة فقط أو 16 فقتل لكن أنا قلت في نفسي ربما قتل لكن قتل مسلما نعم مصليا يعبد ربه سبحان الله فشوف كيف يعني ختم له بالخير ربما كان مسلم ثلاثة أربعة شهر فقط سبحان الله سبحان الله هذه الهداية من الله سبحانه وتعالى من الله وقبل أسبوعين وثلاث أسلم رجل كبير في السن في مدينة برميهام كان يشتغل في سوق اسمه موريسون هذا السوق قدام المسجد طيب فهذا الرجل كان يحتك بالمسلمين وكان يتعامل معهم كثيرا ما كان مسلم لكن رجل طيب وخلوق فسبحان المرض مرض شديد وقيل له أنه سيموت خلاص ما بقي إلا قليل فعاده المسلمين في المستشفى فطبل اللحظات يعني لحظات قبل وفاته أسلم ثم مات وغسط بأن يدفن مع المسلمين سبحان الله فلم يصل لله صلاة يا الله لكن مات مسلم يا الله سبحان الله يعني هذه كنا نسمع عنها في التاريخ نعم وحصلت قبل أسبوعين وثلاثا لم يصل لي صلاة نعم وهو من أهل الجنان إن شاء الله الله أكبر نسل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم كل خير آمين أريد أن أتوقف هنا وأنت تتحدث عن المسلمين الجدد بالغرب في مين بيعتني فيهم آمين هذا هو الله سؤال جميل في مؤسسات تعتني بالمسلمين الجدد في مؤسسات تعتني بهم تعلمهم ترشدهم تعلمهم أساسيات الدين لكن صراحة نحن نحتاج لمؤسسات أخرى لأن العدد الذي يسلم هو عدد للمؤسسات قليلة طيب فنحتاج لمؤسسات أخرى تعتني بالمسلمين الجدد تعلمهم والناحية الأخرى تعتني بهم لأن المسلمين الجدد يواجهون مضايقات ومشاكل من بيئتهم المحيطة بهم هذا مرت سؤال عنه نعم يطردون من بيوتهم ما يتقبلهم المجتمع بعد أن يسلموا مجتمعاتهم الصغرى على الأقل العائلة عادة لا عادة لا يعني نادر جدا ففي من يطرد من البيت فطبعا على المسلمين يحتوي هؤلاء ويساعدهم نعم فنحتاج لمؤسسات طبعا يعني لأن الفرد لا يستطيع يفعل كثيرا أيها العمل المؤسسي الجماعي هو المؤثر فنحتاج لمؤسسات ونظمات تعتني به هؤلاء لكن في من يعتني به في مؤسسات مثلا في مؤسسة رائدة في الدعوة يقال أن بسبب هذه المؤسسة عالميا يسلم كل يوم مئة شخص بسبب جهودهم جزائهم الله خير هذه المؤسسة تسمى عندهم جانب يعني جانب يعتني بالمسلمين الجدد في تعليمهم ومساعدتهم وفي جانب يعني تدريب المسلمين على الدعوة بغير المسلمين فعندهم ما شاء الله برامج كثيرة جزائهم الله خير المسلمين الجدد إيش أبرز المشاكل يلي بتعرضوا له تكرت قبل قريق قد تصل إلى الطرد من البيت نعم وأحيانا قد يصل إلى العنف من قبل عائلتهم نعم فمشاكل كثيرة الضرب والضرب وأحيانا القتل أحيانا القتل أف أي والله سمعنا بعض القصص أنا لم أقف عليها لكن سمعنا بعضهم قتلوا نعم المسؤولية كبرى إذن على المسلمين هناك لا شك لا شك وأنا أرى أننا نسأل عن هذا المسؤولية عظيمة في مسلمين خرجوا من الإسلام بعد ما أسلموا على حد على المكتبع مسلمين بعد ما دخلوا الإسلام رجعوا خرجوا منه في طبعا للأسف الشديد فيه والسبب في هذا عدم اعتناء المسلمين بهم بعد إسلامهم ف يعني بعد ما يسلم طبعا يرحب به ويعانق ومشاء الله لكن بعد ذلك أحيانا لا يوجد شيء يترك لا يوجد أحد يعني يأخذ بيده ويقول طيب أنا أعلمك أنا أساعدك أنا أكون معاك أنا يعني يحتاج الدعم معنوي أحيانا فقط يحتاج الدعم معنوي أحيانا ما يجده في بعض الأماكن يعني ف بسبب ذلك وبما يرجع لأن غالبا أقول لك يا أستاذ فاتح أن غير المسلمين يسلمون لأنه يبحث عن بيئة تحتويه وترحب به لأن أستاذ فاتح في بريطانيا مثلا عندنا أزمة اجتماعية الناس ما يخالطون بعضهم بعضا أقصوا غير المسلمين يعني يروح للشغل يرجع لبيته يعني ما عنده حياة كلها ضنك فوق ضنك يعني مزرب كما يقول باللغة المجنزية رجل يعني كله يعني كيف نقول ماكينة نعم هذه لا يوجد حس إنساني ما في ما في فلما يشوف المسلمين والأخوة اللي بين المسلمين والمحبة والألفة يتأثر لأنه ما عنده هذا فأحيانا نجد أن بعضهم يسلمون بسبب هذا ثم بعدما يسلم لو ما وجد هذا يرجع إلى ما كان عليه طيب هذا سبب من الأسباب اللي يسلم فيه أو بسببه غير المسلمين في أسباب أخرى في أسباب أخرى مثل في أسباب كثيرة بعضهم أنا سمع بعضهم وهذا كثير يقولون أني كنت أبحث على الحقيقة يبحث عن الحقيقة الحقيقة طيب فبحث في أديان كثيرة بحث في دين النصرانية واليهودية والبوضية والهندوسية فما وجدت ما أبحث عنه وغالبا الإسلام يكون في الأخير ما يبدأون به ليش غالبا ما أدري لأنه عندهم انطباع سيء على الإسلام غالبا فما لا يبدأون به فيكون أخير فلما يبحث في الإسلام يجد ما كان يبحث عنه سبحان الله وكان الانطباع هذا يعني أنه روح ابحث في كل شيء ومن ثم ستجد الحقيقة مثل قصة سلمان الفارسي بحثها بكل شيء وكان يسمى الإسلام الأخير سبحان الله نفس الحكاية يعني سبحان الله فتجدهم بعدما يعني أحيانا نجد بعضهم يقرؤون القرآن فقط ترجمة القرآن باللغة الإنكليزية في من أسلم بقراءة آية ذلك الكتاب ولا ريب فيه فقط لا ريب فيه كيف لا ريب فيه يعني لا يمكن أن يقول يعني بشر هذا الكلام لا يمكن يقول ما في أخطاء وفلا يتدبرون القرآن ولو كان من غير عندي الله إلا وجدوا فيه اختلافا كثيرا بقراءة يعني تحدي هذا يعني تدبر القرآن سبحان الله شوف لو في أخطاء مستحيل تجد فيه خطأ والمستحيل تجد فيه التناقضات مستحيل تجد فيه أي خلل فبسبب هذا أحيان يعني يسلمون حدثني واحد قال لي أنا أسلمت بسبب ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني حتى ما أكمل يعني بدأ قرأة الفاتحة بدأ صنة البقرة ما أكمل ذلك خلاص لا بد أن يكون هذا هو الحق خلاص يا الله يا الله نعم ما أكثر قصة أثرت فيك أو كانت خلينا نقول غريبة أسلم فيها البعض بسببك يا الله خلني خلني أفكر لي من قصص كثيرة أثرت فيها وكانت غريبة يعني من يسلم من خلال القرآن ربما فيه ناس تسلم من خلال القرآن صحيح كمرة سمعت شيخ ندده يقول قصة أنا رجلا أسلم بسبب هرة مثلا الله أكر ف أغرب أغرب قصة عند الشيخ يحيا سمعة أو عايشة وكانت مؤثرة مؤثرة فيها هذا سؤال مفاجئ لا لا ما فيه إشكال لكن المشكلة أني ما أذكر ما أذكر شيء لا أدري الآن لكن ربما نرجع إلى هذا سؤال طيب طيب خلي خلي لو خطر لك شيء يعني إن شاء الله فيه يعني يعني طبعا التأثر بسبب زيادة أعداد المسلمين تحدثنا عن لمحة جزئية في بداية هذه الحلقة تأثير التزايد في الأعداد على المسلمين في الغرب وقلنا أنه فيه تكثير سواد فيه كذلك الأمر يعني فيه كذلك الأمر فوائد عديدة ومن بينها هداية الأشخاص لدين الإسلام الذي شرعه ربنا رحمة للإنسانية جمع رحمة للناس كل الناس كل الناس اليوم هذا التزايد في عدد المسلمين كيف يؤثر على المجتمعات الغربية يؤثر على المجتمع الغربي بشكل عام نحن الآن في بريطانيا أنا أجزم أن أقول بريطانيا هي رائدة في الغرب من ناحية ممارسة الدين وشعر الدين والحرية المطلقة في ممارسة الدين وكذلك أن نحن نجد في بريطانيا أن غير المسلمين مجرد رؤيتهم للمسلمين وكيف يمارسون دينهم هذا أثر فيهم تأثيرا كبيرا ولا شك إذا رأى يعني واحد من بني جلدته بريطاني إنجليزي مثله أسلم ويمارس الدين هذا يؤثر عليه تأثيرا كبيرا أكثر من منا نحن يعني المجاليات الأخرى يعني يرى واحد إنجليزي أبيض مثله يمارس دين مسلم ملتحي لابس عثوب يقول إيش هذا في نفسي يعني فيتساءل وكثير منهم عندهم فضول عندهم فضول يعني يعني ما دام عندهم فضول وهم يرون أنهم يعني متسامحين مع الجميع يعني يقول في نفسي طيب خلني أبحث خلني أقرأ شوف إيش هذا ليش هذا رجل تغير ليش كانت معنا في البارات قبل يعني شهر شهرين في الآن تغير تماما فيتساءل ويبحث ثم أحيانا يسلم وأحيانا لا على حسب فيؤثر عليهم يعني مجرد يعني دخول الناس في الإسلام هذه دعوة لحالها طيب يعني بدي بدي أوقف عند هاي النقطة بالتحديد لأن نحن المسلمين بشكل عام حسب ما أجد من خلال متابعتي أكثر مدخل يدخلون إليه غير المسلمين وينزعون يسلخون الإنسان عن عقيدته وعن إسلامه هو مدخل الشهوات إذا قلنا بالمجمل الشبهات للناس شوي بتفكر بيدخلو لهم من ناحية عقلية لكن الشهوات هي الأكثر هي الأكبر اليوم الإنسان المتحصن يضبط شهواته يكبح جماحها ما بيتأثر بهاي المغريات وإن كان تأثير يكون تأثير قليل لكن الغريب في الأمر أن القصة التي ذكرتها أو المثال الذي ضربته نصراني مثلا وغير مسلم ورأى صديقه الذي أسلم وتأثر به يعني الموضوع ما فيه وجهد كتير لكن تأثر فيه ليش تأثر فيه أنا سؤالي على الشخص الذي تأثر بصديقه الذي أسلم وصار تغيرت أخلاقه وتغيرت معملته هل ما في رصانة عندهم في ديانات التي يعتنقونها أبدا أبدا هم أسموح لهم كل شيء فيفعل كل شيء فيستغرب أنا أتوقع أن النقطة هي أنه يستغرب هذا الرجل كان يشرب الخمر كان يزني كان يفعل كل شيء طيب يعني يمالي شهواته بكل حرية يعني ما في أي تقييد طيب فيتساءل كان يستمتع بهذا ليش ترك هذا غريب عنده غريب هذا ليش ترك هذا هذه المتعة عنده يعني فليش ترك المتعة يعني كان يستمتع بحياتي فترك ذلك ليش إيش السبب اللي يغيره فيتساءل فعندما يتساءل يعني يرى أن هذا الشخص يقول لي أنا ما وجدت السعادة في هذه الأمور هذا الجواب يعني عادة عنده لم أكن سعيدا بل كنت شقيا أوف وأنا أمارس مع أن يمارس يمارس ما يتاح لهم يمارس كل شيء ومع ذلك كنت أرى الناس أني سعيد لك كنت غير سعيد بالعكس فعادة هذا السؤال يقولون كان عندي في القلق كان فيه شيء يعني حاس أنه فيه شيء مفقود وبيتجي بعض المسلمين اليوم ضعاف النفوس بيقول لك أنه يعني هؤلاء منفتحون وهؤلاء يمارسون كل شيء يحتاجونه نحن عندنا ضوابط وعندنا معرقلات ولا نستطيع نعيش حياتنا بسعادة ولا نستطيع نعيش حياتنا بسرور مع أني معايير السعادة والسرور موجودة في الإسلام موجودة في الإسلام والله يعني السعادة كلها في الإيمان ولما تكون مؤمنا لن تسعد أبدا فسبحان الله لما يؤمن بالله ويدخل في الإسلام ويعتنق الإسلام هو يقول لك أنا الآن أنا يعني ذوقت سعادة حلاوة الإيمان سعادة لم أذوقها أبدا في حياتي أجدها في صلاتي أجدها في العبادة أجدها لذة العبادة ولذة مناجات الله عز وجل ويقول لا يمكن أن أرجع ما كنت عليه. لا يمكن. لا يمكن. بالمقابل المقارنة مع المسلمين اللي هاجروا آآ إلى أوروبا نجد بعضهم آآ ينسلخون عن معتقداتهم عن دينهم آآ يعني ينجرون وراء الشبهات وراء الشهوات. تجد الواحد فيهم تخلع حجابها قد آآ تصل إلى أكثر من ذلك. هو الله المستعان طبعا. يعني أمر أمر محزن. جدا. لكن في كتير أسباب من بنته قد يكون الضغط الاجتماعي اللي كانوا عايشينه أو. أي 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 سبب كان. آآ قبل قليل تحدثت عن أن الدعوة باللغة الإنجليزية أهم من اللغة العربية والدعوة للمسلمين أولى من الدعوة لغير المسلمين. طبعا لا نقلم من أهمية. لكن في هذا الظرف في هذه الأوقات. صحيح. كيف ممكن نجمع بين الأمرين؟ ما هدول بيعرفوا عربي خاصة المهاجرين الجدد إلى أوروبا. ما بيعرفوا إنجليزي. كيف توصل لهم؟ كيف تشوفهم؟ نعم نجمع عادة نحن نجمع بين اثنين عادة. بين العربي والإنجليزي؟ العربي نعم نجد بعض العربي موجود. حتى في بريف الغرب موجود. موجود في المساجد. موجود في المراكز. موجود حتى في الدعاية عادة يتحدثون بلغة عربية. ايوة. في من يدخل العربية وفي من لا يدخل العربية. لكن يتحدثون إلى حد ما. لكن الثغرة بالإنجليزية. بالإنجليزية. لأن أغلب الناس يتحدثون بلغة الإنجليزية. وحتى المهاجرين يعني مضطرين إلى أن يتعلموا الإنجليزية. لأنهم ما يقدر يعيش في بريطانيا إذا لم يتعلم الإنجليزية غالبا. فيتعلمون. واللي ما تعلم الإنجليزية وهو يتحدث بلغة العربية عادة من كبار السن وكبار السن عادة يعني ما ينسلخون وماشاء الله يعني محافظين على دينهم وشعر الدين وموجودين في المساند والحمد لله رب العالمين لكن الشباب طبعا الشباب يأتون من المهاجرين ويتعلمون الإنجليزية يعني عادة يدخلون المدارس والجامعات ويتعلمون فهؤلاء يعني يدعون إلى الله عز وجل لكن طبعا نحن تركيزنا على ما يتحدث باللغة الإنجليزية لأنهم أكثر جميل تعملوا شيء مناظرات باللغة الإنجليزية لكن طبعا من الدعاة من يناظر عندنا في لندن ربما سمعت يعني ركن الحوار في هايد باك سبيكس كونا فركن المتحدثي يقول له الحوار فكل أحد يجتمعونه في هذا المكان بغض النظر عن معتقداته ومخلفياته فكل واحد ينشر أفكاره والمسلمون يذهبون إلى هذا المكان ويدعون الناس إلى دين الله عز وجل فأحيانا بالحوار وأحيانا بالمناظر أساليب مختلفة طبعا أنا لست من من يؤيد كثرة المناظرات أنا لا أرى أنها مفيدة جدا أحيانا يصير فقط جدال وليس له أي ثمرة ليست فيه أي ثمرة أبدا ترون أن الدعوة مباشرة أفضل من المناظرة بالمناظرة يعني الطرف الثاني يبغي ينتصر بس أحيانا ما يستمع إلى كلامك بس يريد أن ينتصر عليك فربا والأصل في الدعوة الرحمة واللين واللطف والشفقة لكن أحيانا تحتاج إلى طبعا الشدة والغضة أحيانا لكن قليل طبعا نادر شخيحية هل في إقبال من المسلمين أنفسهم في الغرب على الإسلام على تعاليم الإسلام نعم والحمد لله خاصة في بريطانيا نحن نسمي هذا العصر الذي نحن فيه لأذي الفترة فترة ذهبية صراحة الدعوة للمسلمين أذكر قبل شهر أكبر جامع في لندن في شرق لندن ربما يسع عشرة آلاف مصلي المسجد هذا وقيمت فيه محاضرة انتلأ المسجد حتى الناس كانوا خارج المسجد يستمعون تخيل كلهم شباب كلهم شباب سبحان الله والآن هذا صار عادة في بريطانيا يعني تجد يعني عدد هائل يحضرون وكل هذا تأثير سوشيال ميديا كله تأثير سوشيال ميديا الدعاة الحمد لله صاروا أذكية في سوشيال ميديا ما شاء الله شاطرين ما شاء الله الحمد لله ذكرت كذا مرة بالحلقة انه بريطانيا 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 هي الرائدة تقريبا اليوم في الغرب بمجال الدعوة ألا يحمل ذلك مسؤولية أكبر على الدعاة لا شك الكل ينظر إليهم الكل تقريبا ينظر إليهم ويستمع إليهم وأنا أرى أن بريطانيا هي الرائدة أولا لأن الدعاة تحدثون باللغة الإنجليزية واللغة الإنجليزية هي الأكثر انتشارة في العالم والأمر الثاني أن الدعاء في بريطانيا أكثر يعني أكثر يعني محافظين أكثر من دعاء الآخرين في بعض البلدان الغربية ليش؟ والله ما أعرف أنا أرى في حرية في حرية لكن أرى أن مثلا في بعض البلاد الغربية البيئة أثرت على الدعاة البيئة أثرت على الدعاة أثرت على الدعاة بدل ما الدعاة يؤثروا في البيئة وفي بريطانيا أرى أن العكس هو الصير أن الدعاة هم يؤثرون على البيئة ويؤثرون على الناس لكن في بعض البلاد أنا لا أريد أن أسميها تميزوا عليها طيب لكن أرى أن البيئة أثرت عليهم وهم يمشون مع المجتمع مع البيئة مع الموجة مع الموضة لكن نحن سبحان الله في بريطانيا هذا ما أنا لاحظته يعني أن الدعاء هم يصنعون الموضة يعني بتطلع بلباسك الذي تلبسه مثلا الناس يقلدونني في هذا والله الآن الثوب منتشر في بريطانيا تجده في كل مكان الثوب الخليجي تخرج أي ثوب الثوب المغربي الثوب الخليجي يعني أي ثوب تلبسه الآن صار منتشر الآن الناس يرون هذا زي إسلامي زي إسلامي وليس زي عرب يعني مع المفارقة ونستغفر الله على ذلك يعني اليوم العالم كلها تجلب زهري مشان فيلم باربي الله سعر ويدخلون إليهم من مداخل الشهوات اللهم استعانا ويبثون الشبهات ويضعون هذا الزي فيقلدون اليوم يعني الماركات مليئة بهذه الألوان غدا مثلا أقول أنا سأل بس زي خليجي وقلد شخ يحيا فيه ما فيش كلب ما فيش كلب هذا الآن منتشر في بريطانيا يحدث في بريطانيا وفي غير بريطانيا في غير بريطانيا لكن بريطانيا خاصة نعم منتشر فأنا أقول دائما للشباب يعني نحن مزاحمة الباطل بالخير مزاحمة الباطل بالخير طيب شخ يحيا أنت أصلا دينماركي أنا نعم مولدت في ديرماك وما رحت لا على الخليج ولا رحت زيارات عادية زيارات طبعا زيارات عادية يعني مدرست بالخليج من وين أجدتك فكرة الزيارات أنا تأثرت قل لك نفسي أنا تأثرت مشايخي في بريطانيا كان يلبسون هذا الزيارات شيخي أنا اللي علم اللغة العربية كان يلبس شماغ وثوب أيوة من هنا أجدتك الفكرة نعم جاتني في ترى وحبيتوا تحبي الزيارات العربي أول ما رأيته هو يلبس هذا ثبقورت هذا والله جميل فمن الصغر وأنا ألبس هذا الزيارات سبحان الله والآن خلاص ما أقدر أترك يا سلام صار ألانة هويتي يمكن بدأنا يعني لحد هذه اللحظة بدأنا نعرف من هو الشخيح طبعا هو معروف لكن بدأنا ندردش خلالنا نقول من القلب إلى القلب فاسمح لي أطرح عليك سؤال تفاضل يا سيدي بيقلك أنه اليوم الدعاة وانت داعي وتعرف عن نفسك أنك داعية أو يعرفوك الناس أنك داعية وكلنا دعاية لله كلنا دعاة إلى الله نعم لكن هل أنت فقيه سؤال جميل هل أنا فقيه أنا لا أقول أني عالم أفقيه لكن لابد أن يكون الداعية مسلح بالعلم لا يمكن أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى للجهل ندعو إلى الله على بصيرة طبعا يعني كل على يعني استطاعتي فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية يعني بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف يسر فكلنا دعاء إلى الله عز وجل على قدر استطاعتنا فطبعا يعني لكن لابد من الحكمة والموعظة الحسنة والداعية لابد أن يكون حكيما في تصرفاته وفي دعوته ولا بد أن يعرف يعني متى وأين وكيف يدعي الله عز وجل وإلا دعواته لن تكون مؤثرة فأنا طبعا أنا ضد من يتصدر للدعوة وهو لم يدرس أبدا والأسف الشديد يا أستاذ فاتح هذا منتشر عندنا في بريطانيا وفي الغرب عموما في من يتصدر للدعوة ويعني يدعو إلى الله عز وجل ونحن لا يعني لا نقول أنه لا يدعو يعني بل خير أنه يدعو إلى الله عز وجل لكن لا يتجاوز الحدود طيب لا يتحدث فيه أمور لا يعرفها ولا يجيدها وما أتقنها وما درسها طيب يعرق المسار الدعوي هيك؟ لأن هؤلاء يجيبون مشاكل أكثر من فوائد يعني سبحان الله يعني أحيانا يعني يؤثرون على الإسلام سلبا بنقطة تأثير على الإسلام سلبا في تصرفات بعض المسلمين ربما لا تكون لائقة طبعا المسلمين ما شاء الله في الغرب أصبحوا مندمجين حتى صمنا ننظر لهم في البلدات العربية على أنهم خلص يعني المسلم السوري ولا المصري ولا الجزائري ولا كذا اللي خرج إلى ألمانيا صار ألماني مسلم أو مسلم ألماني وكذلك الأمر مطلق عليهم بالمجمل مسلم أوروبي واندمج إلى أبعد الحدود يحافظ على القيام يحافظ على الثوابت يحافظ على كذا وهذا أمر فيه خير كبير يعني للمسلمين خاصة للمستقبل كما يرى الكثير من المتابعين لكن بعض التصرفات المزعجة عند المسلمين التي لا يحسبون حسابها قد يكون هل تؤذي المسار الدعوي تضع صعوبات في نشر الرسالة تضع معرقلات في تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى أو ما أرسل الله سبحانه وتعالى من كلامه ومن دينه على البشرية لا شك لا شك ونحن رأينا هذا كثيرا في الغرض تصرفات فردية من بعض الناس اللي يفهموا الإسلام غلط تصرف تصرف يعني غريب جدا وخاطئ وغير لاعق وأحيانا يصل إلى يعني غير مقبول أبدا طيب فهذا أحيان يعني يعدي إلى أن يعني يعني يسبب لنا عقبة كبيرة في الدعوة لأن نحن في الغرب كلنا سفراء الإسلام كل واحد يعني أبيت أو إن شئت أو أبيت أنت سفيد الإسلام ونحن دائما نقول للناس أنت سفيد الإسلام إن شئت أو أبيت فغير المسلم لما ينظر إليك يرى الإسلام لو تصرفت تصرفا خاطئا يقول شف هذا الإسلام ولو تصرفت تصرف طيب وحسن يقول هذا هو الإسلام طبعا كنا نعاني من مشاكل في السنوات الأخيرة قبل عشر سنوات ممكن حصلت بعض الأشياء في بريطانيا وفي الغرب وقبلها يعني في 2001 اللي صار وطبعا نحن كنا نعاني من هذه المشاكل فترة طويلة جدا والحمد لله آن خرجنا من هذه الفترة ونسأل الله لا تعود يعني جميل غير المسلمين بتأثروا فيكم اجتماعيا أقصد بعض العادات والتقاليد نعم الآن بعضهم حتى يستخدمون بعض الألفاظ العربية تخيل لأنهم تأثروا بالمسلمين سبحان الله يستخدمون بعض الألفاظ العربية وحتى تخيل هذا يلبسون زي العربي بعضهم في بريطانيا في بريطانيا مثلا الآن أكثر انتشارا هذه العيام الثوب المغربي اللي يسمونه القندورة توقع اللي نسكم يعني اللي هو النسكم فهذا منتشر يعني نحن نسميه ثوب نوم لكنه ميلبسونا يحبونا غير المسلمين بعض ميلبسونا يعني صار عندهم موضة تخيل حلو لأنه رأوا أن المسلمين يلبسونا هذا فقالهم حلو هذا من اللباس والعادات كذلك والعادات نعم يعني النظافة مثلا هذا ربما أجدوه عند البعض نعم أحيانا تأثروا بالمسلمين نعم خاصة من من حولهم كلهم مسلمين تبدو بعض الشباب أصدقائهم كلهم مسلمين فيتأثر بهم يلبس زيهم ويتكلم زيهم يعني يتأثر بهم تماما يا سلام أحيانا تحسيبهم مسلم يعني حكينا عن اللغة الإنجليزية وأنا أريد يعني فيك تقريبا كل سؤال أن أسأل عن اللغة الإنجليزية سؤالي الآن عن الناشئة الأطفال الآن هدول أكيد بيعرفوا لغة إنجليزية ما بيعرفوا يعني غيرها من من لغات أقصد لغة العربية هل تتوجهون إليهم خاصة أنك أنت اليوم تتحدث من خلال يعني صفحتك أو من خلال دعوتك باللغة الإنجليزية نعم نحن نتوجه إليهم نعم فهو فيه برامج تقام لهم يعني نعم تستهدفهم منهم بالذات والحمد لله فيه برامج كثيرة يعني في جميع الأمار بيئات العمرية الصغار والشباب اليافعين ومن أكبر منهم الحمد لله يعني أنت في أحد الأيام كنت صغيرا أنا كنت صغيرا وتأثرت مع أني لا أقول أني أركز كثيرا على الناشئة يعني الأطفال الصغار لكن أحيانا نغبليهم نزورهم في المدارس نقيل لهم بعض برامج ترفيهية مع بعض الكلمات المواعد إلى آخر الحمد لله يعني جميل المؤسسات المؤسسات الإسلامية وأنت هنا أشرت إلى يعني الأدوار التي يقوم بها بعض المؤسسات التعليمية المؤسسات الإسلامية الفقهية هل تقوم بالدور المطلوب ولا فيه نقاط ممكن يعني نستنير فيها لحاجة المسلمين من هذه المؤسسات الحمد لله يعني جزاهم الله خير يعني يبدون الجهدا يشكرون على ذلك لكن أحتاج المزيد أحتاج المزيد من الجهود لأن الحاجة المسلمين في الغرب يعني كبيرة جدا وهذه المؤسسات لا تغطي الحاجة لحالها يعني أحيانا هذه المؤسسات تقوم بما تقوم به الدول صحيح نعم وطبعا العقبات كثيرة ولا يستطيعون يغطوا كل هذه الحاجات فنحتاج إلى مؤسسات أخرى تدعمهم فالحمد لله لكن نريد المزيد نريد المزيد في شتى المجالات يعني في كل شيء نحتاج إلى مدارس أخرى كثيرة إسلامية لأننا نحن نواجه نشاكل في المدارس الحكومية في بريطاليا نعم ونحتاج إلى يعني مراكز أخرى تحتوي المسلمين والمسلمين للجدد ونحتاج مؤسسة تدعو إلى الله تبارك وتعالى مؤسسة تعليمية تعليمية كل فقهية مؤسسة فتوى قضاء عندنا يعني الأحوال الشخصية نعم موجود يعني المجلس الأوروبي لفتاو البحوث كذلك الأمر يصد مصد كبير في فتوى وغيرهم المؤسسات لكن لازال هناك في حاجة في حاجة شيخ يحيا يعني أنا بدي أختم هذا اللقاء لكن سأترك الختام لك برسالتك التي توجهها باللغة الإنجليزية خلينا نأخذ الرسالة الأولى ماذا تقول للمسلمين الذين هاجروا إلى الغرب وبماذا تنصحهم باللغة الإنجليزية طيب أنا أصيصب علي أن تقال من لغة إلى لغة لكن لن أهل المسلمين والتقال المكتب 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 مالك الوصول هذا هو المكتب كله مجال نجد كله يمكن الصحر والتحر والتحر when we come to these countries we come with the objective that I need to benefit in terms of my dunya but when you're benefiting in terms of your dunya and you abandon your hereafter and you abandon the most precious and valuable thing that you have been granted that perhaps you didn't even search for that you're granted through birth it is a disaster therefore we need to be those who when we come to these places that we do everything we can to observe it how? by being around the Muslims around the righteous being the houses of Allah learning our religion further studying our deen calling to the religion of Allah being those who are engaged in serving the religion of Allah because by doing so you protect your faith you protect your religion you safeguard it from any harm and so on and the greatest weapon or the greatest tool that you can use it is sacred knowledge so that would be my advice to those people هذه نصيحتي له ماذا تقول أيضا للمسلمين الموجودين في الغرب غير الذين هاجروا ماذا تقول لهم هل تخصهم بنصيحة نعم I will say to those who were perhaps born in the West and or perhaps grew up in the West and spent their whole lives in the West and don't know any other land I will say to those individuals who are Muslims that they need to be those who would try to make their aim their goal to transform the West into a land that's the land of the Muslims that is our duty that is our responsibility the lands that we originate from the lands that we our parents originate from and so on these lands Islam reached because of the efforts of the companions who went over there and spread Islam with the beauty of Islam and showing Islam to everyone else every single one of us is an ambassador of Islam you have to view yourself as an ambassador that everything I do everything I say it will be viewed as this is Islam therefore I need to be extremely conscious of how I behave I need to be extremely conscious of what I say I need to be extremely conscious of how I conduct myself because all of this will either contribute positively to Islam or negatively so you do not want to be the one who leads people away from the religion of Allah tabarak wa ta'ala rather you want to be the one who calls people to the religion of Allah azza wa jal and is a reason for all these people embracing the religion of Allah azza wa jal therefore imagine the reward that you can get because of these individuals who embrace the religion of Allah due to your efforts or due to you just being who you are being a Muslim imagine the Prophet alayhi salallahu alayhi salam he had a Jewish young boy who used to serve him who was his neighbor it said as well in some narrations this young boy became extremely ill to the extent that he was going to die so the Prophet alayhi salallahu alayhi salam went to go visit him and when he went to the house he went and he saw the boy on the bed and his father standing over him and he said to him embrace Islam that's what he said to the boy the boy looked at his father and when he looked at his father the father said to him obey the Prophet alayhi salallahu alayhi salam and the boy embraced Islam and then he died after that the Prophet alayhi salallahu alayhi salam came out and he said that I praise Allah and I thank Allah who saved him from the hellfire through me now if you just look at this scenario what saved this boy how did the Prophet alayhi salam manage to convince him to embrace Islam he didn't have enough time to talk about the beauty of Islam how Islam is the most perfect religion the divine religion of Allah there was no time for anything to do with that all he did was he said to embrace Islam and he embraced it why? because this young boy he's observed the Prophet alayhi salallahu alayhi salam over the last few years he was his neighbor he used to serve him therefore he saw Islam in the Prophet alayhi salallahu alayhi salam and that was sufficient for him to be convinced that Islam is the best religion or is the truth and he was convinced to embrace it so how many of us can actually say that when people look at me when non-Muslims look at me that they see Islam in me that's a call to myself and every single one of us that we need to be the perfect example try to be the perfect example of the Muslim and we ask Allah to help us and aid us with that وهذه نصيحتي له بارك الله بكم لغير المسلمين ماذا تقولون لغير المسلمين هذه رسالة طيبة هذه my message to those who perhaps may watch us amongst our fellow brothers and sisters in humanity I will say to them that every single one of us has come to this world and we have not been brought to this world without a purpose rather we're here because there's a purpose there must be a reason why we're here nothing is purposeless so we need to discover what our purpose of life is why are we here because I know what the purpose of life is I know it I'm certain of what the purpose of life is and that is that we were created to do something great what is that we were created to worship the one and only Lord Allah جل في عنا that is the reason why we're here this whole universe and everything in it has been created for that purpose because worship is a very broad term part of worship is to pray of course and to fast and to give charity these are all acts of worship but in Islam we believe that worship is broader than that it is being good to your neighbor being dutiful to your parents being one who's a positive member of society one who does everything he can to benefit humanity rather we are told in the traditions of the Prophet peace be upon him that he says the most beloved of the people to Allah to God are those who are the most beneficial to mankind imagine by you being beneficial to mankind you are the most beloved to Allah God Almighty therefore we have been created for that worship to be those who do the best they can as to please Allah our creator so that we can attain the great reward in the hereafter and the thing is that every single one of us deep down inside we have been created to recognize that we've been created with something known as innate disposition that the child is born with recognizing this but society and nurture and our surroundings cloud that and change that and perhaps make it difficult for us to recognize that we need to uncloud that and help so I call every single one of us to just read the book of Allah the Quran read the tradition read the meaning of it and you'll find wonders this book Allah revealed it for guidance it's the way it's the way of life it's a book that's unchanged everything in it has been preserved nothing has been changed even the way we pronounce it has been preserved the way we recite it has been preserved the meaning has been preserved it's exactly the way it is never been tampered with never been distorted it's a challenge to all of mankind to produce anything like it and they can never produce anything like it and for it to be our joy and happiness and source of happiness and goodness and blessings and success in this world and hereafter if we follow it and follow the methodology of life that the Quran teaches and so on so I call upon all of us to look at it and to learn it and to read it so that we can find that ultimate happiness that we're all searching for because we find it in the book of Allah the speech of Allah almighty that's what I call every single one of you to and I ask Allah to grant us all guidance and to grant us all goodness and to grant us all the goodness of this world and the hereafter and to grant us all and to grant us all and to grant us all اللقاء إن أذنتم لنا بآيات عطرة تتلوها على مسامعنا ومسامع السادة المستمعين المشاهدين نختم بهذا اللقاء معكم شيخ يحيط بره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورفتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون الله يزيكم الخير ويبارك فيكم سعيدين جدا 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 بوجودك معنا أنا أسعد شكرا في بودكاست لقاء شكرا جزيلا لك شكرا لك يا أستاذي وبرك الله بكم مشاهدينا متابعينا الكرام على هذا اللقاء الطيب نشكر ضيفنا شكرا جزيلا ونشكركم شكرا كثيرا ومباركا على طيب المتابعة نلتقي بكم في حلقات قادمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا استمتعتم واستفدتم من هذا اللقاء وإلى اللقاء قادم في أمان الله اشتركوا في القناة